على كل حال كابتل محمود الخطيب زي ما حضرتكو عارفين واستكمالا لخبر كريم هو دايما بيكون حريص ان هو يتطمن على كافة الامور المتعلقة طبعا بالموسم الجديد وزي ما قلنا كمان مبارح شهر اكتوبر يعني عندنا يعني انطلاق عليه منافسات مختلفة بنتكلم افريقيا والسوبر المصري طبعا ما ننسهوش الاهل والزمالك وهذه المباراة المرتقبة للناس كتير بالمناسبة من دلوقتي خلاص حاجزت ومسافرة في مصر وفي كل انحاء العالم يعني كنت اقول لحضرتكو الفي اي بي من 25 الف درهم لخمسين التكت في الفي اي بي هناك وخلصانة يعني ناس كتير طبعا دي مباراة منتظرة واعتقد خلاص احنا ما عندناش وقت غير يعني ان احنا نركز بجد ما فيش بقى ابدا ابدا رفاهية الموسم اللي فات ده بس خلينا نقول برضو قبل ما نختم هذا الخبر عايزين نقول لكابتن محمود الخطيب الف سلامة لان هو هيسافر خلال الايام اللي جاية دي خارج مصر في رحلة يعني علاجية ترجع بألف سلامة كابتن بيبو وكلنا بنحبك وكلنا بندعمك وان شاء الله تكون معنا كده في موسم قوي جدا يفرحك ويفرحنا ويعيد مرة تانية اللي الاهلي المكان اللي هو بيعتد عليها او اللي احنا نعرفها فيه عادي مش هنتكلم في اللي فات بس احنا ان شاء الله متحمسين للجاية كريم هو ده اللي احنا نستحقه في الاول وفي الاخر والف سلامة فعلا لكابتن محمود الخطيب هذه الايقونة الرياضية والاخلاقية اكيد ان شاء الله باذن الرحمن هيسافر هو مصاحب بدعوات الملايين من محبيه ومن عشاقه ويعود بالف سلامة باذن الرحمن